اوكي خلونا ندخل في موضوع اليوم موضوع اليوم اولا معكم علي المايد هذا البث مباشر يتحول ان شاء الله احفظه على انستغرام اليوم احنا على الانستغرام فبحفظه على الانستغرام ولكن يتحول ايضا الى يوتيوب لان بعض الاحيان الناس يتابعوني على يوتيوب ويقولون لي انت يعني يمكن هم مو عارفين انه هو بث مباشر لان طريقة الكلام تكون مختلفة في البث المباشر لاني قاعدة ارتجل ترا هي فكرة وتتكون في مخي واقولها في نفس الوقت فما عندي شي مهيئ فبعض الاوقات اغير الموضوع واطلع وارجع له فشي مرتجل يعني عادي واللي يحضرون معاي بث المباشر عادة ان يعرفون الطريقة المعتادة المهم اليوم بغيت اتكلم عن الفواكه بما ان احنا دخلين على الصيف وبما ان هلأيام موسم البطيخ والشمام والبطيخ احنا نسميه يح في البحرين او الحبحة بيسمونا السعودية والرقي في الكويت او ما ادى يحطولي اسامي البطيخة المهم احنا نسميه يح او جح فهالأيام انا طايحة في لان احس انها جدا يروي وما ادى من احلى الاشياء خاصة انا مكون في الثلاجة ومقصص وجاهز وارجع من البيت تعبانة وحر واكل شذي يح بس شذي بروحة احس انه فعلا يروي الجسم وحس انه يروي الجسم على مستوى شوي اعمق من الماء العادي لانه فيه معادن وفيه فيتامينات وهوى هي نفسه كفاكهة يعني وحس انه هي تتغلغل في الجسم طبعا فيه فواكه ثانية وايدة تسوي هالشي نفسه ولكن لانه البطيخ بالذات عنده كمية الماء نسبة الماء فيه عالية ففعلا يستطيع ان يروي ولكن الخطأ الكبير الخطأ الفادح اللي ارى الناس تقع فيه هالأيام لما يأكلون البطيخ او يأكلون الفواكه عامة انهم يأكلونها بعد الوجبة وهذا شيء يمكن سمعتون انتم يتردد في كذا مكان او سمعتوني انا اقوله كذا مرة اكبر خطأ ممكن تسوي لهضمك لجسدك انك تاكل الفواكه بعد الوجبة فما يحدث هو ان تاكل الوجبة عادة الوجبة بيكون فيها مثلا ما ادري خضروات سلطات خضروات سلطات عايش يمكن يعني رز ولا خبز ولا لحم ولا الدجاج ولا سمك ولا اللي هو لما يتدخل هذه الاكلات المعدة تحتاج تقريبا اربع ساعات الى ان تنهضم خاصة اذا كان فيها بروتين يعني خاصة اذا كان فيها لحم ولا دي اي ولا شي تحتاج وقت لما تتفضى من المعدة لما تطلع من المعدة الى ان يتم هضمها في هذا الوقت في هذه الفترة هي تحتك بعصارة المعدة في الجهاز الهضمي وتنتظر وتحتك وتنتظر وتنخلط وتنخلط الى ان تنخلط تماما مع عصارات المعدة ومع الانزيمات ومع كذا هذه العملية تحتاج تقريبا اربع ساعات اضعف الايمان ساعتين اذا تدخل عليها شي فيه سكر او خاصة فيه مبخاصة اذا شي فيه سكر بغض النظر عنه كان سكر فواكه او سكر حلويات معنات ان هذا السكر بيجلس في المعدة فترة اطول ما بيطوف ما بيمر في المعدة مرور سريع وفي هذه الفترة لانه هو سكر يمكن انه يتخمر لما يتخمر يسبب عصر هضم يسبب انتفاخ يسبب مشاكل في الهضم فليش هو لان انتكلت على وجبة ما زالت واقفة في الكيو كأنها قاعدة تنتظر ان هي تتفرغ من المعدة فبتي هذه الفواكه وتقعد عليها على هذه الوجبة فلا تستطيع ان تمر مرور سريع في المعدة بما انها فواكه مفروض ان هضمها يكون سريع حسني لاخبطكم خلأ اقول لكم اياها بشكل سهل اذا انا معدتي خالية وكلت بالطيخ يمر في المعدة مرور سريع لانه ما فيه وايد اشياء تحتاج مدة طويلة في المعدة ما فيه وايد اشياء تحتاج انه يتحتك بعصارات وبانزيمات واشياء فمروره يصير سريع فلا يجلس هذا الشيء ويتخمر لذلك لا يسبب لي عصر هضم ومشاكل وانتفاخ وكذا اذا اكلت على معده مليانة خاصة اذا هي مليانة بدجاج ولحم واشياء فيها بروتينات تحتاج اربع ساعات لما تنهضم يجلس ويتخمر وهذا الشيء اللي يسبب مشاكل هضم بعدين الناس يقولون لك والله منتفخ احسني تعبان فالجهاز الهضمي يبدأ يتعب ياخذ من الطاقة فتخيلوا انتو الهضم العادي ياخذ تقريبا 50% من طاقتنا الهضم العادي وجبه عادية تاخذ تقريبا 50% من الطاقة اللي تروح تتوجه الى الجهاز الهضمي عشان ينهضم اكلك فما بالك اذا هو شيء صعب هضمة لانه صار الحين في عفسة صارت في المعدة في الامعاء في المعدة فيصير الهضم صعب فياخذ منطقتك اكثر فعقب ما تاكل تقعد ما تقدر تتحرك وتستغرب بعدين ان شون انا كلت صحي يعني انا كلت مثلا سندويج فلافل وكلت بعده بالطيخ شلون انا حين كلت اكل صحي اليوم شلون احسني تعبان وحس فيني خمول وفيني عسر هضم وفيني انتفاخ انت بس التوقيت ما لك غلط فيفضل انك تاكل الفواكه مثلا على الريوق الصبح على معدى خالية قبل العشاء اذا كنت بتاكلها قبل العشاء اكلها قبل العشاء او قبل الغداء فتاكلك شوية فواكه وعرف انه هو المبدأ غريب انا بعض الاقات اقول حتى اذا بتحلي حلي قبل فاذا بتاكل قطع حتى لو هو شي صحي اكله قبل الوجبة وليس بعدها فهذا الشيء عرفة لان عندنا كثير طبعا انا نتحاور مع كثير من اللي عندهم مشاكل قلون عصبي ونص الدنيا عندها مشاكل قلون عصبي اصلا واحنا الحين داخلين على فترة طالعين من فترة كان فيها قلق وقلون عصبي وما زلنا فيها يعني طالعين بعد قلق وتوتر شديد فكمية القلون العصبي اللي الناس فيهم زادت بشكل كبير فتقريبا الكل عنده مشاكل هضم وتعب في الهضم فالحين مو بوقت انه تتدخل وتعطي جسمك تعب اكثر في الهضم فمهم جدا انك انت الحين تحاسب بما ان احنا كله بنقول فواكه وفواكه وفواكه والارتواء مهم وحلو ان الواحد يضيف الفواكه بس اذا بتضيفها ضيفها قبل الوجبة وممكن تاكل بعدها بعشر دقائق يعني مو لازم تنتظر ساعة ولا ساعتين اذا هي من نوع الفواكه البسيطة مثل البطيخ كميثان ممكن ان انت تاكل تنتظر عشر دقائق ربع ساعة وبعدين تاكل وجبتك العادية بتشوف انه هو مر من المعدة وما صارت هذه المشكلة فاصبر ساعتين اصبر بعد ساعتين ناكل اصبر بعد ساعتين تاكل لا مو لازم تصبر ساعتين اذا كلت الفواكه قبل الوجبة لا اذا بتاكل الفواكه مصمم انك بتاكل الفواكه بعد الوجبة تنتظر على الاقل ساعتين بس انا صراحة اقول لكم يحتاج اربع ساعات خاصة اذا الوجبة كانت دسمة اذا كان فيها اكل مقلي اذا كان فيها لحوم يعني اللحوم تشمل كل شي طبعا اللحوم والاسماك والدجاج وكذا فكلما ثقلت الوجبة كلما تحتاج مدة اطول لما تهضمها وكلما ثقلتها تحتاج كلما كانت دسمة قصدية اكثر تحتاج مدة اطول فيفضل انك ما تاكل الفواكه الا على جوع يعني ان انت فعلا تحس ان انت بطنك خالي خلا من الوجبة اللي قبلها والمفروض ان احنا كل اكلنا يكون بها الطريقة صراحة يعني مفروض ان احنا كل مرة ناكل ناكل فقط بسبب الجوع ما ناكل بس لان احنا قاعدين يعني نملي بطن يعني فهل ينفع نفطر عصير الجح ممكن ولكن عصير الجح انا داما افضل ان تكون الفاكهة نفسها تاكلينها لانه تكون معاها الالياف ومعاها الاشياء فبس خوفي ان انت اذا عصرتي ممكن انه يصير سكر مركز لانه في النهاية هو سكر فواكه يعني فاخاف انه يصير سكر مركز ووقت العصر لانه تشلتي منه كل الاشياء الثانية اذا تاكلينها كفاكهة كاملة تقصصينها وتاكلينها فيها الياف وهذه الالياف اللي فيها ممكن انه يتبطأ دخول السكر الى الجسد الى الجسم فاحسن ان تشتاكلينها كفاكهة وتاكلين بعد شيء يمسك سكر الدم يعني قصدي البرتغال نفس الشيء نفس الشيء كل الفواكه على فكرة حتى المنجة حتى الموز كل شيء اللي اذا بتاكلينها بعد الوجبة ممكن انه يسبب مشاكل حتى التمر يعني حتى الفواكه المجففة مو حتى خاصة الفواكه المجففة لانه سكرها مركز ففي ناس يسوون مثلا حلويات صحية على تمر وكذا وياكلونها بعد الوجبة انا اقول لك انتظر على الاقل ساعتين الى اربع ساعات فاذا تغديت الساعة واحدة مثلا على الخمس على المغرب على العصر اكل الحلة حتى اذا انت معزوم قل لهم انا مثلا اذا ما مصرين انك تاكل يعني يصير تقول لهم ان انا باخذه معاي او ان انا بانتظر شوي كل دقيقة انتظار اتفيد عشان ما اتعب جهازك الهضمي فاتمنى ان الفكرة وصلت العصير الاخضر نفس الشيء العصير الاخضر بس العصير الاخضر نسبة الفواكه اللي فيه مو عالي نسبة السكر اللي فيه مو عالي العصير الاخضر مفروض انه يكون خضروات اكثر شيء فاذا حطيتي فيه تفاح شوي لانا ساعة اقول نحط فيه تفاح بس عشان نحلي الطعم حاسبين متى تشربينه اذا تشربينه مباشرة بعد الوجبة ممكن ان يسبب مشاكل فاحنا قاعدين ننظر الى السكر كون السكر من مصنع في حالة عادي كون السكر صحي في حالة مثلا على تمر وشوفان وشذي اشياء او كون السكر من فواكه ايضا بس فيه فواكه سكرها جدا عالي المنقة الحين بيصير ندخل على موسم منقة في الصيف موسم البطيخ والشمام موسم الاشياء العنب الاشياء اللي سكرها عالي لازم نحاسب فيها عفوا لازم نحاسب فيها يعني كتبة ان هل يعني الفواكه لازم تكون قبل الوجبة افضل نعم الوجه كتابني قلتها انا مساعة ان الفواكه اذا تكون قبل الوجبة احسن فاحنا الهدف كله انا دعني اتكلمت شوية في هالموضوع ايضا من ناحية متى اشرب ماء في الوجبة بما ان احنا قاعد نتكلم عن البطيخ اللي هو نسبة الماء فيه عالية ايضا انا 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 ا فعزم تكون أحماض المعدة مركزة عشان تقدر تهضم الأكل ونوعية الأكل اللي انتي حطيتي فيها الحين فكأنك انتي تصبين دواء على أكل عشان ينحرق ويذوب وينهضم هذا الدواء نسبتها قليلة وخاصة إذا عندك التوتر عالي وعندك القلق والتعب النفسي ومع العمر الأحماض المعدة إفراز هيقل فأصلا انتي عندك أحماض يلا يلا احنا يعني كأنها ذهب يعني نتحمل فيها فنبيها تكون مركزة على الوجبة اللي دخلت المعدة لما تصبين عليها ماء ومشروبات غازية وعصيرات وكذا انتي قاعدة تخففينها فهذه العصارة اللي هي أحماض ومعدة تفرز أيضا أنزيمات وأشياء ما نبي نخففها ما نبي نخرب عليها فاشرب قبل الوجبة اشرب بعد الوجبة بس لا تشرب مع الوجبة فتصير هذه الأحماض مخففة أسوأ وأسوأ إذا كلنا عليها مثلا بالطيخ أو عنب أو شيء فيه ماء ماء وسكر هي الوجبة الحين ما صدقنا بتنهضم ما صدقنا دخلت عليها هذه الأحماض دخل عليها بالطيخ اللي هو ماء ماء وسكر ويقعد هذا الماء والسكر ويتخمر ويخفف الأحماض فالوجبة ما تنهضم عدل ولكن أيضا يجلس ويجلس ويجلس ليه ما تنهضم هذه الوجبة كلها ما تقدر الحين هذه الوجبة تنهضم بشكل كامل أو بشكل فعال خلنقول لأنه دخل عليها شيء خرب اللعب فلا تسوون زنبليطة في المعدة لأنه بتصير أثار زنبليطة ما رايكم اليوم بس في الكلمات الطبية عادي أكل تفاحة أنا ما قلت لكم إنها الأسألة بتي عادي أكل تفاحة نحن قلنا الفواكه بتم بكرر وعيدا صار لعشرين سنة أكرر وعيدا وعارف أنه لازم نحتاج أن نسمع الشيء ستين ألف مرة قبلا قبلا يمكن قبلا نكتسبه كعادة كل الفواكه فيها سكر لما يدخل السكر على وجبة يتخمر لما يتخمر يحسسنا بالانتفاق خاصة هاللي يقولون لي أنهني أحس في تشبدي ووقف الأكل للحين ما نهضم يسوي غزات يسوي مشاكل هضمية يسوي عصر هضم يسوي خمول وتعب ليش؟ لأن الهضم صار صعب تعفس لأنك عفستي فخذ منطقتك أكثر من اللازم صار فيش خمول عقو ما يصير فيش خمول شن يصير؟ تعبانا ما كذا أتحرك أوكي فطلعت الرياضة كانت بتروح الجم ما راحت الجم خلاص وبعدين لأنها تعبانة صب لي قهوة وندخل في موضوع القهوة وفي موضوع هذا الموضوع توانازل على يوتيوب أمس حطيت لكم مننا مقطع ندخل في موضوع القهوة ودوامة القهوة ليش أشرب قهوة وما قدر أوقف وما قدر أضع ما تقدر توقف لأنك ميتم التعب ليش ميتم التعب؟ لأنه فيك خمول ليش فيك خمول؟ لأنه هضمك أيضاً هل هذا هو سبب وحيد للخمول؟ لا طبعاً فيه أسباب كثيرة للخمول ممكن يكون مشاكل غدة وممكن تكون مليون شيء يمكن مريض يمكن تعبان يمكن منايم يمكن بس الهضم المتعب عامل أساسي في الخمول ولأنه أنت دخلت روحك في الخمول أنت بتدخل روحك في دوامة القهوة لأن الآن لأن أنا تعبان وعندي ألف شيء أبي أسوي وطبعاً ما بقلل قائمة الأشياء اللي أبي أسويها أبي أسويها كلها حتى لو أنت تعبان فبأخذ طاقة مزيفة وتدخل في الدوامة والطاقة المزيفة لأنك شربت قهوة أو شربت أي سائل قهوة أو شاي على فكرة دائماً لما أتكلم عن القهوة قصدي الكافين عامة فهي قهوة أو شاي حسني بدرسة اليوم لأنك شربت قهوة أو شاي عقب الوجبة معناته نرجع مرة ثانية على أن أنت خففت أحماض المعدة اللي هي كان مفروض أنها تكون مركزة عشان الوجبة تنهضم عدل فما نهضمت عدل وإذا ما نهضمت عدل تدخل في الجهاز الهضمي غير مهضومة بشكل فعال وكافي لذلك لا أستطيع امتصاص الفوائد منها بشكل فعال وكافي لأنها ما نهضمت ما احتكت ما ذابت ما صار فيها كل شي بشكل بوجه أكمل يعني فما قدر أمتص منها الفوائد والبيتامينات والحديد والزينك وبيتامين سي وهذه الأشياء منها لأنها ما نهضمت عدل وأنا ما امتصيت منها شي عدل نعود مرة ثانية إلى الخمول لأن أنا خامل وتعبان ما بروح الجم لأن أنا ما رحت الجم ممكن يصير فيني إمساك لأن الجسمي ما قاعد يتحرك ولا شي قاعد يتحرك ولأن أنا خامل وتعبان وما رحت الجم وما تنشطت وما سويت شي أحتاج قهوة ولا مشروبات غازية ولا ذاك اللي يعطيك جوانح ما ري شنو أحتاج أشياء أترجع لي طاقتي طاقة مزيفة ليش؟ لأنك تعبت الجهاز الهضم اللي يمتص منك طاقتك كلها عشان يا الله يا الله يخضم هذه الوجبة حتى اللي هي كانت وجبة صحية كمية كبيرة بعد بتعب هضمك حتى اللي هو صحي كلت فوقه فواكه بعد بتعب هضمك حتى اللي هو قرار صحي المفروض يحطون لهم مل كاملة فواكه أو حتى سلطت فواكه بعد الأكل قرار خاطئ في رأيي وما باقول لك سو وطبق لأن أنا قلت أقول لك أنت جرب على نفسك جرب أبعد الفواكه عن الوجبة وتشوف الفرق عشان ما يمتص هذه العملية ما تمتص طاقتك كلها وتصير أنت تعبان ومريض وبعدين يمكن مشكلة المعدة تسبب لك حرقان وممكن تسبب لك جيوب وممكن تسبب لك صداع وممكن تسبب لك أرق أي مشكلة في المعدة ممكن أنها تسبب أرق في الليل الشخص اللي معدته مرتاحة ترى ينام زين وعرف أن النوم أيضا لا علاقة بالنفسية يعني بس الشخص اللي معدته مرتاحة ينام مرتاح فتقول شنو أفضل شيء ارتجاع المريء مع الحمل عندي دورتين على أكاديمية علي ممكن تنفعش دورة اسمها أريد حملا صحيا وأتكلم عن هالموضوع بتفاصيله ودورة اسمها دورة القرون العصبي والهضم نتكلم عن ارتجاع المريء أيضا ونتكلم عن القرون العصبي بتفاصيله فاحدة كاتبة وحشتيني أهلا نفيج هل التفاح بعد صيام متقطع هاك الفواكه كإفطار بعد صيام متقطع فواكه كإفطار ممكن أيضا نعم المهم إنه هي ما تكون فواكه معصورة مثلا يعني أنا أفضل إنه ما تكون وما يكون أكلتش فقط يعني ما بدخل فيه التفاصيل الحين مادي في أشياء حوارات غريبة قاعدة تصير متى أفضل وقت أكل فواكه مادي أمين إذا أنت تتوج داخله بس أمينة رجعي على التسجيل لأن تكلمت عن هالموضوع المهم ما بطول عليكم واليوم صوتي رايح وخاف كح فاستنست أني تشفتكم نراكم إن شاء الله في حلقات مقبلة بسجل بحفظ هذا التسجيل على إنستجرام إذا تعرفون أحد يحط فواكه عقب الأكل عقب الغذاء عقب العشاء عقب يمعة الجمعة أرسلوا لهذا الفيديو وفي ناس يقولون لي إيه بس أمي ما تقبل ما ترضى ما أم صممه كذا أرسلي لها هذا الفيديو هذا الفيديو للأمهات اللي يصممون أن عيالهم يقلون فواكه عقب الأكل هذه الأتش المهم بعدين الحلقة بتروح على يوتيوب أيضا أحاول أحطها اليوم على يوتيوب فإذا تحبون تفضلون تتابعونها على يوتيوب أو إذا تحبون تحطون رابطها ترسلونها على جروبات الواتساب كمثال من يوتيوب أيضا ممكن أقرأ تعليقاتكم حطوا لي التعليق على يوتيوب إذا شفتوها أو على إنستغرام بعد ما يخلص البث الحي رجاء لأنه ما يمديني أقرأ تعليقاتكم الحين واللي حاب أن يدخل دورات باللغة العربية أونلاين علي أكاديمي دوت كوم عندي كذا دورة تعجبكم عن كذا موضوع وشغالة حالين على دورتين إن شاء الله تعجبكم ينزلون جريد نراكم على خير السلام